العنصرية في قلبي خلافات السياسيين في بريطانيا صدام بين الإسلاموفوبيا من جهة ومعادات السامية من جهة أخرى تحولت إلى تابهات سياسية تسببت باستقالات وإقالات لكن ما أؤمن به أن الإسلاميين يسيطرون على صادق خان وعلى لندن هذه الحكومة لن تقبل بمعادات السامية الإسلاموفوبيا أطاحت بنائب محافظ وأدت إلى انسحاب آخر من الانتخابات المقبلة كراهية الإسلام ستكون موضوعا رئيسيا في تلك الانتخابات لقد رأينا بعض أعضاء البرلمان المحافظين يضطرون على الاستقال بسبب الإدلاء بتعليقات شائنة بدوره كيرستارمر ما زال منهمكا بتطهير صورة حزبه من وصمة معادات السامية سحب دعمه عن المرشح العمالي أزهر علي على خلفية تصريحات مثيرة للجدل حول إسرائيل أعتقد أن قضية معادات السامية كانت موجودة منذ فترة طويلة نظرا لأننا رأينا ذلك سابقا في حزب العمال بزعامة جيريمي كوربين وكانت هناك امتدادات لها لليمين سنظل نرى المرشحين وغيرهم يطلب منهم إما التنحي أو الاعتذار عن التعليقات التي أدلوا بها وفي وقت الاستحقاقات السياسية تسخر تهمتا الإسلاموفوبيا ومعادات السامية لاستقطاب أصوات الناخبين وإذا كان حزب العمال متهما بمعادات السامية فالمحافظون متهمون بالإسلاموفوبيا لذا هب زعيم الحزب للدفاع هذا هو الحزب الذي انجب أول رئيس وزراء يهوده وأول رئيسة وزراء وأول وزير مالية أسود وأول وزير داخلية مسلمة ومنذ هجوم السابع من أكتوبر والحرب في غزة تفجرت الاتهامات المتبادلة بمعادات السامية والإسلاموفوبيا وهذا ما يراه قبراء استخداما للهوية الثقافية كأداة سياسية وتعبوية من لندن عروب عبدالحق الحدث